أهلا بكم إلى ثالث مواعيدنا الاقتصادية لنهار اليوم والبداية بأشان المالي أين أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن رفض البنوك كفة عمليات التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين المستوردين للمنتجات الموجهة للبدع على الحالة بداية من 27 فبري الفارط في حال عدم تضمن شهادة الاستيراد رمز النشاط التجاري الذي يمارسه والمتعامل الاقتصادي وهذا بهدف تقليص فتورة الواردات ومنع التلاعب وغربلة المستوردين التي لا يزال يشوبها الكثير من اللبس ووفقا للتعليمة الصادرة على الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 27 فبري الفين واثنين وعشرين والتي تتضمن تعديل شهادة احترام شروط استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة والصادرة بناء على المرسلة الموجهة من قبل وزارة التجارة بتاريخ 22 فبري الفارط يؤكد المفوض العام للبنوك رشيد بلعيد أن الجمعية المهنية للبنوك تلقت مرسلة من الأمين العام للوزارة التجارة يؤكد من خلالها أن مصالح التجارة أحدثت تغذيرا في نموذج شهادة احترام شروط الاستيراد الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين من خلال إضافة رمز النشاط الممارس للمعطيات المسجلة في الشهادة